ما هذا القرآن؟ كيف تتلقون هذا القرآن؟ كيف تفهمونه أنتم؟ أيها المستشرقون الجدد قالوا القرآن في حياة صاحبه في حياة محمد لم يكن نصاً عربياً أصلاً أهلاً ماذا كان؟ ولا أهل مكة كانوا عرباً يرطنون إيب العربية بشكل واضح ماذا كانوا؟ قالوا مكة كانت مستعمرة آرامية مستعمرة آرامية عجيب واللغة السائدة في مكة لغة التواصل في مكة لم تكن عربية كانت ميس شبراخياني ميكست بانجوج لغة مختلطة لغة هاجينة لغة آرامية سوريانية السوريانية فرع من الآرامية عربية خليط يغلب عليها السورياني والعربي مستوحش أيها الإخوة ضعيف ضئيل ضئيل دوره أثره السورياني أكثر لذلك قالوا هذا القرآن كان نصاً أشبه أن يكون نصاً نصاً سوريانياً منه أن يكون نصاً عربياً ومن هنا غريب القرآن الأشياء التي لم يفهمها كبار المفسرين كبار الصحابة كبار الصحابة لم يفهم القرآن العربي المبين لم يفهموا لأنه لم يكن عربياً هنا وقعنا أيضاً ماذا أقول؟ معيب أن نتكلم بكلمات خارجة عن الزياق العلمي مرة أخرى في الخلط والخبط في الهواس في الهلوسة هذه الهلوسة علمية في الهلوسة تعرفون لماذا؟ لأنكم تقولون قبيلة قليل قبيلة قليل لم تكن لغة التواصل العربية كانت هذه المس شبراخي اللغة الخليطة اللغة الهجينة إذن كان أبكر وعمر شأن محمد وعلي وعثمان وبقيط الصحابة يتكلمون هذه المس شبراخي إذن كانوا يفهمون القرآن بالمس شبراخي من أين لكم أن تستندوا الآن على أثر أنس بن مالك أن عمر قام خطيبا يوما فتلاقوا الله تبارك وتعالى من سورة عبس وفاكهة وأبه ثم قال الفاكهة عرفناها فما الأب؟ ثم عاد أقبل عن نفسه فقال إن هذا لهو التكلف ماذا يعنيك بالأب؟ أنت لا ترى ما عن الأب؟ لا بأس وأن أبا بكر أيها الإخوة قال حين سئل عن الأب ما الأب؟ ما المقصود بالأب؟ قال أي سماء تظلني أو أي أرض تقلني أن قلت في كتاب الله بما لا علم لي به ما لا يعرف الأب لماذا؟ لأنها ليست لفظة عربية هي لفظة هجينة سوريانية أيضا هم سوريان يتكلمون السوريانية أنتم تقولون لغة السائدة سوريانية خلط علمي لا يقع فيها طفل صغير هذا يكتب الآن باسم أكاديميين كبار كريستوف لوكسنبيرغ اسم أصبح مشهورا طبعا الآن والذين شهروا ليست الدوائر الأكاديمية الدوائر الأكاديمية تقريبا لا تكاد تعترب به معظم الذين عارضوا كريستوف لوكسنبيرغ في كتابه أيها الإخوة في كتابه اللغة السيريو آرامية السيرو آرامية اللغة السيريو آرامية للقرآن مساهمة أو محاولة في فك رموز لغة القرآن هذا الكتاب نشر في بداية هذه الألفية لم يلتفت إليه أحد أنه ليس علميا يستوفي ويتوفر على الشروط العلمية الرصينة اللازمة في البحث الأكاديمي لكن بعد أحداث الحادي عشر من عيلول من سبتمبر أيها الإخوة بعد ذلك استغلته الصحافة الأمريكية بالذات الصحافة الأمريكية وصورته على أنه فتح جديد منعطف كل خطير يقطع قطيع تم راديكال يعني بريك يعمل قطيع تم مع كل الدراسات القرآنية قبل ذلك سواء في الدوائر الاستشراقية أم في الدوائر العربية الإسلامية التقليدية يقطع مع التقليدين الإسلامي والاستشراقي في فهم القرآن يقدم مساهمة جديدة في فهم القرآن يكشف أن القرآن كان نصا آرامياً سريانياً عربياً هجيناً ولا يمكن فهمه بغير السريانية عجيب ومحمد بيطلعيش لا محمد لم يكن نبياً أصلاً ولا رسولاً ولا ينكر وجوده قال محمد كان مبشراً بالمسيحية وهذا النص كان نصاً مسيحياً فصولاً فصولياً يعني الفصول التي تتلى من الكتاب المقدس في القدسات في الكنيسة بالذات في الكنائس الشرقية السريانية كان هكذا هو كتاباً فصولياً ولكن مكتوب بهذه اللغة الهجينة وترجمة لنصوص مسيحية ترجمة لنصوص دينية مسيحية لا أكثر لا أكثر محمد كان مجرد مبشر مسيحي مسينار مسيحي لم يدعنه نبي جاء بدين جديد أو بشرع جديد لكن بعد ذلك في القرن التاسع الميلادي رسول الله تقريباً توفي 631 ميلادية يعني في الثلثة أول من قرن السابع في القرن التاسع تمت محاولة الانحراف بنجاح حرفت هذا الدين أو حرفت هذا المهم أو هذه المهمة لتجعلها أيها الإخوة ديناً جديداً ولم يكن كذلك كلام عجيب غريب كلام هلوسة كلام كوابيس شيء غريب جداً جداً هذا طبعاً يا إخواني ويستندون طبعاً على ألفاظ هذا لوكسنبيرغ خرأ زواء أو درس زواء 75 لفظاً أراد أن يثبت أنها سوريانية سأعطيكم نماذي السريع الوقت لا يتسع نحن الآن تقريباً على مشارف الشتاء خطب قصيرة هذا الرجل غفل عن أن مثل هذه الموضوعات لا يمكن أن تدرس الدراسة الفيلولوجية والدراسة اللفظية فقط أين المدخل الثقافي؟ أين المدخل السوسيولوجي؟ كما قلت لكم ماذا نفعل بتاريخ ألوف البشر علاقاتهم معاركهم بصفين بالجمل بالمرسلات بالدول بالأمراء بالوزراء بالفتوحات ماذا تفعل بهذا؟ كيف تدعي أنت؟ متى؟ أسئلة كثيرة لا يجبون عنها ومستحيل أن يجاب عنها ومستحيل أن يجاب عنها نعود أيها الإخوة الموضوع طويل جدا لن أقول لكم معقد أبدا ربما معقد من جهة العلوم المساعدة التي ينبغي أن يعود إليها الباحث ويتسلح بها لكي يفكك هذا الهراء هذا الهراء هذا ليس كلاما أكاديميا ولا كلاما علميا أعود مرة أخرى وأؤكد وأنا أعني ما أقول معظم الذين عارضوا بشكل علمي ونقدي طروحات لوكسنبيرغ ومن لف لفه هم أعظم المستشرقين الغربيين في حق الدراسات القرآنية قالوا لا ونزعوا الصفة الأكاديمية عن صاحب الكتاب قالوا لا مستحيل أن يكون هذا أكاديميا الأكاديمي لا يكون هكذا أخطاء لا يقع فيها أطفال وهو يزعم أنه أستاذ في الجامعات الألمانية للغات السامية في أي جانعة بالضبط قولوا لنا